على أي حال عندما تحكم عليه أعطوا له المكتهدين لقب آية الله فأصبح بناء على القانون الموضوع في حكومة محمد بن صدق لا يجوز إعدامه عندما جاءت الحكومة الإسلامية يعني الحكومة المتهمة بالكفر حفظت للمكتهد دمه بينما لما تيجي الدولة الدينية اللي هي خراب على الجميع هي خراب بيأكلوا بعض الفتنة بين رجال الدين والتنافس اللي بينهم مرير مرير جداً وأسود أسود من قلوبهم ونفوسهم وعقولهم المريضة أسود من ملابسهم أسود من اللي نلابسه لكنها لا أسود أولاً أسود المهم يعني لكنه يعني العين الكدابة والصورة لما جاءت دولة الملالي وفكرة ولاية الفقيه إلى آخره يقلوا كتاب بتاع آية الله منتظري لما ابنه يسألوا فحط أربعتاشر سؤال أجاب عليهم وفي حلقة أكايتنا على صديق المؤمن سلام عرضنا الكتاب وأرنا منه هو أنه كان القضاء في عهد هذا النظام الذي لا يمكن إلا أن يكون فاسد مجرم إرهابي لأنه على رأسه رجال دين يعني هذه تؤدي إلى تلك بالضرورة ولا يمكن أن يكون النتيغ غير ذلك مطلقاً ممكن يلاوع لكن قال آية الله منتظري حسن علي منتظري على المحاكمات الجزافية التي تنتهي بقتل الأفراد كده بما فيهم قصر وابنت 12 سنة وإتهامات الدم سهل عندهم يسيلوا دم أكثر معه يصلوا ويدعوا ويصوموا هذا على افتراض أنهم ملتزمون ليس هذا القضاء حتى أنه قال العبارة التي قرناها أكثر من مرة كان القضاء يقول بسم الله الرحمن الرحيم إعدام المواقع لا يعرف شيء وصلنا الآن لمرحلة في انتفاضات طبعا انتفاضات من وقت الثاني كثيرة جداً ولكن لو تكلمنا فقط عن ما لها علاقة بالحجاب ولأن من أول ما ظهر الخوميني واضح أن النظام مرتبط بالحجاب الحجاب ليس فقط حجاب للمرأة ده أصبح جزء من الكروموزومات من الجينات من الـ ADN أو الـ DNA اللي في النظام نفسه حيث أنه لو سقط يسقط النظام وده شيء طبيعي لأن الحجاب لا يخفي المرأة في الواقع اللي بيريدوا إخفاءها ولكن بيخفي عورة الدين فلما سقط يظهر عورة الدين عشان كده السؤال اللي احنا هنطرحه على صديقنا منصور هو إيه اللي بيسقط دلوقتي الحجاب ولا اللي بيسقط رجال الدين والنظام بتاعه ولا الدين نفسه اللي أصبح في المنطقة موضع تساؤلات كبيرة جداً من جيل بعد الجيل الخربان اللي سلم إيران لدولة الملالي وأتمنى الجيل اللي جاي بعدنا يلعنى على أن إحنا سمعنا للإخوان وسمعنا للسلافيين وللجمهورية الإسلامية لو لعنى يبقى فيه البركة ولو مشي على هدينا يبقى يستحق اللي يحصر فيه على أي حال حصلت الثورة اللي بحسب يعني تعبير اسمها سارة دورجيه ودي صحفية إنها ليست انتفاضات إنما هي ثورة إما نحن أو النظام الملالي ففترة إنه تراجع النظام عن موضوع الحجاب ده كلام فاضي وهما بيعتبرون إن ده نوع من التضليل ولكن يعني ما أعتقدش إن الشعب الإيراني الواعي جرى تضليله على أي حال كل من سمعناه من الإيرانيين بيقولوا ده زر الرماد في العيون وده كلام فاضي عملية ديعائية سخيفة سازجة من الناس مش عايسها العصر ومش قادرة تفهم معطيات وده مبشر بأنهم هيصفتوا إن الوضع دلوقتي لم يعود الحجاب بل رفض للنظام أكتر من كده احنا بنقول هل هو رفض للنظام ولا رفض للدين أصبحت فيه في كل مكان ثورة ضد الدين لأن ما هو الدين اللي موجود عندنا غير رجل الدين شوية الدرويش يعني الروحانيين الدرويش نسميهم زي ما عايزين اللي هم مش تابعين لمؤسسات دول ما نداش دعوا بيهم أما الأديان الممثلة في مؤسسات وفي رجال وما اقترفته من انتهاكات للبشر واضح إنه يبدو الشرق بيعيش فترة عاشها الغرب عاشها في حروب نتمنى أن هي ما توصلش لدرجة الحروب ولكن يتجاوز مرحلة الدين ليصبح الدين قضية شخصية حدش لي دعوة بيها ولكن الدولة لا تسير بتشريع دينك ولا ديني ولا دين اللي جابوك ولا اللي جابوني وهي دي العلمانية كل واحد حر في دينه لكن اللي فكر دينه هو خلاصة الحكمة هو حر فيها خلاصة السياسة نتحكم بيها يبقى عبيط خلاصة الاقتصاد يبقى متدهول خلاصة العلم بالإعجاز العلمي يبقى نقول له ماما حلوة لا مع صديقنا منصور عبد الناصر يا شاتر والدين يبقى خطبة عصماء أنا حاضر لا أنا جاهز جاهز أنا أي حديث ضد الدين مع الدين عن الدين أنا جاهز شكرا جزيلا شكرا لهذا استضافة وأنا أعتبر من أجمل الأوقات اللي أتحدث بها مع صديقي أرنس لأن الحديث بيننا دائما دوشؤون وفنون ولن ينتهي أبدا الموضوع الإيراني موضوع كبير جدا وخطير جدا ومهم جدا هذا كلنا نستشعر الآن وأعتقد أن هذه المسألة ستتطور مع الزمن الموضوع باختصار هو أن ما حدث ليس أمرا عابرا ومشابه لما حدث سنة تسعة وسبعين بعد سقوط الشاه ومجيء خميني بطائرة خاصة من فرنسا وترافقت مع سقوط إبغانستان على يد الاتحاد السفياتي وبدأت المجاهدي الأفغان والمد الديني أو الفيضان الديني على هذه المنطقة السؤال الذي يثيره ما حدث هو وهل نحن الكبير هل نحن في نهاية الموسم الديني هل انتهت جميع المواسم العربية والسامية والشرقية وباتت القطيعة ما مضى أمرا لا يمكن التغافل عنه مهما كانت عواطفنا مهما كانت درجة إيماننا مهما كانت درجة تعلقنا بالدين أو أي قضية عقائدية لابد أن نواجه الحقيقة جميعا ونعرف بأننا على شفى جرف هار كما يقال الآن لم يعد هناك أي مجال للتراجع كل الحلول جربناها شبعنا حلولا شبعنا دينا ومواعظة وشبعنا من كل شيء وشبعنا من الأكاذيب من الحقائق من التزييف من الدجل من الكذب من كل شيء فالآن حان الوقت لأن نواجه أنفسنا وإن وجدت أنفسنا الثقافة الدينية دمرت أنفسنا تماما ودائما نعتبر أن نفسنا هي نفس أمارة بالسوء ويجب التخلص منها نحن شخصيات شخصيات وشعوب بلا ذات حقيقية الذات الوحيدة الموجودة لدينا هي ذات دينية جمعية قطيعية لها علاقة بما يسمى إله وما إلى ذلك عموما حتى لا أدخل بالتفاصيل كثيرا بهذا الموضوع أقول بأنه الآن أن الشرارة اشتعلت في إيران وستنتشر في المنطقة كلها أنا أكد لائل كثيرة على هذا الموضوع شاهدت عندما صفحت لفيسبوك وحتى مواقع الأخرى أشوف كثير من الناس واحد بالمغرب واحد بالجزائر واحد في تونس يضع صورة هذه الشابة الشهيدة هذا يذكرني بأجواء سنة 79 واللي كانت لحظة فاصلة وقطيعة بين مرحلتين أعتقد الثورة الإيرانية رح تكون أيضا قطيعة بين مرحلتين وترافقت مع قطيعة بدأت نذرها في السعودية بالتحول عن الأخلاق القديمة ففكرة شرطة الأخلاق في إيران هي ليست وليدة الصدفة وإنما ولا وليدة إرادة دينية لا وليدة الضغط حائل على رجال الدين لا نعرف ماذا ماذا تحت القاولة في الغرف المغلقة هناك متغيرات هائلة وخطيرة جدا في المنطقة وعلامتها الرئيسية وهذا التراجع الديني هذا التراجع الديني ليس بسبب الرغبة من رجال الدين لا هم مسيطرين ويشعرون بالغرور الكامل ويشعرون بأنهم آلهة على هذه المنطقة وأنهم يستطيعون فعل كل شيء هذا الحجاب الذي فرضوه على الجميع هو الذي سيكشف الحجاب عن الحقيقة هذا الحجاب هو الحقيقة الوحيدة التي ستكشف اللغبة بأكملها ستكشف أنه ليس حجاباً إنما هو حجاب لعورة الدين وليس لعورة المرأة هذه هي الحقيقة التي يجب أن نفهمها القضية ليس في عورة المرأة إنما عورة هذه الثقافة وهذا التاريخ الأغم الأغبر المريض الذي ما زلنا نتغزل به ونقول ما أعظم هذا التراث شاهدوا العظمة نحن نحسن إنجار هذا كلام أصبح سمج ويقال لناس غير متعلمين يعيشون ما زالوا في القرون المسطة علينا أن نعرف الحقيقة ونقول هذا الأمر كفى كفى ضحك على الناس وخديعة وكفى متملقين حتى المتملق يجب الآن أن يكون أن يرتقي بذلك أن يعرف الحقيقة ويقول أتغزل بهذا الدين تغزل بالواقع لا تحدثني عن النص وتحدثني عن هذه الأشياء المهم حتى لا أطول أقول الشعب الإيراني انتفض لسبب بسيط وراح يكون هو البادرة الكبيرة لهذا الموضوع أو المقدمة وأيضا الشعب المصر أعتقد أمننا فيهم اثنينهم الشعب الأراقي أنا مأيس من عنده لأنه دمر تقريباً وسحق قاسي ومؤلم جداً المهم أنا أقول إيراني هما الأمل والسبب لأنهم الشعب الآن متعلم جداً ومهد من الأسباب أنه الشعب متعلم أنه نسبة المواليد لديهم انخفض إلى حد أقل من واحد بالمئة وهذا أدى شيء سلبي لكنه أدى بالمحصلة إلى أن العائلة الإيرانية الشعبة وهم أغلب الإيرانيين تحت سنة 35 سنة هؤلاء يربون أولادهم العددهم قليل ويتفرغون لتربيتهم تربية مدات مستوى رفيع جداً والإيراني عنده الانتماء القومي وانتماء الإيران أو البلد أو المنطقة عنده أعلى من الانتماء الديني لهذا السبب تجد أنه رجال الدين لم يستطيعوا كسر الإيرادة الإيرانية لم يستطيعوا كسر الروح الإيرانية والذات الإيرانية بقت موجودة وقوية هذه الرغبة لدى هؤلاء الناس بالتعلم وأيضاً اكتشاف العالم واكتشاف الحقائق واكتشاف الأفكار والمدارس والمشارب والمذاهب الدينية والفكرية وكل شيء هذا كله استدم بالتحفظ الديني بالطبيعي أن كل إنسان لدي رغبة بالتعرف على العالم لا بد أن يستدم بكل من يتحفظ لا بد أن يكون منفتح وطموح بشكل كلقاء هي طبيعتها هكذا أي إنسان متعلم هذه طبيعتها عندها رغبة بالاكتشاف والكشف والمعرفة واستزادة بالمعرفة هذه لا تتأقلم مع الدين هذه كلها زادت من ضغوط رجال الدين على الشعب وأدت بهم لأن يتبنوا النهج تبشيري محاولة لغسل الأدمغة توجيه سياسي عقائدي متزمت ومتعالي ليس على الشعب الإيراني وعلى الإنسان الإيراني بل على الإنسان ككل وعلى العالم كله هذه المصيبة الكبيرة التي ورطت الإيرانيين في مسألة ليست ليست لهم فيها لا ناقة ولا جمل إن كانوا عاراتها دينية وكان لا كانوا يريد هذا البلد كله ما يريد ما يريد نظام دين ولا يريد الدين لكن الناس خاف على كل حال هذا اللي صار ببيروت هم طلوات الشهور نفس الثورة الفشل موجود والقمع موجود القمع اللي صار بإيران وفي السوريا واستمر الموضوع المعاناة أعتقد سببها الدين نفسه يعني المعاناة اللي نعانيها الآن هي هي بأتراف الدين نفسه يعني أنا لا أتهم الدين هو الدين نفسه يأترف بأنه والسلطات الدينية يعني والمؤسسات الدينية هي اللي تتحجج بحجة الأدوان العالمي هناك مؤامرات حرب ضد الدين هناك كفرة هناك منحدون علينا أن نتصدى للملاحدة الملاحدة وكأنما العالم كله قطبان أما دين وملاحدة هذا الأفق الذهني المغلق الذي يدور مع نفسه أي ملاحدة الملاحدة مسألة قديمة انتهت انقرضت الآن ما ملاحدة؟ ملاحدة فكرة قديمة القرون وسطة وين في ملاحدة الآن؟ ينكر رب العالمين هو رب العالمين وين حتى أن يكره؟ الآن مجتمع بلا آلهة نحن لا نعيش مع وسط آلهة الإله انتهى دورا ومع احترامنا صار مسألة شخصية وانتهى الموضوع نحن نعيش على الأرض مليون قضية نعاني منها الآن المعاناة بالتالي سببها الدين يعني حسن حتى لو صح ما تقول أنه هناك حرب على الدين لا بأس الإيراني سيسأل نفسه أنا شعب الإيراني شعب الإنسان المسلم الشاب الآن مؤظم الشعوب العربية الشباب أنا شوني ذنب لماذا أغلق على العالم؟ لماذا لدي اتصال مع العالم؟ لماذا تمنعوني هذا الحق؟ لماذا؟ لم أعاجتي أنا لأن أواجه العالم لأن أعاد العالم لأن أكفر العالم هل هذه الطريقة للتعاون مع العالم؟ هذه الطريقة إلها علاقة بالشعوب البداية إلها علاقة بالناس الجالسين في غيمة في صحراء ويخشى من سطو الآخرين على الآن وأكو قانون أكو لضام أكو حضارة أكو حقوق أكو كل شيء مضمون فبالتالي هذا الفكر يعني هذا الدماغ يعيش في أفق آخر ما لا علاقة بالواقع الذي نعيشه والآن تريد أن تفرض عليه بإسم الله والرسول يابع على عين ورأس الله والرسول يعني شعلي بيه ماذا أفعل بالله والرسول ما حاجتي لله والرسول الآن ما احترامنا ما الذي يقدم لي هذا السؤال نفسه عندما غزوا على صدام قال الوطن والوطن والاحتلال الأمريكي الناس كلها تركته وفتحوا الأبواب لإيران وأنا عمرنا ما واجهنا شيء شعوبنا العربية خاصة لأمرها ما واجهت أحد أمرها ما واجهت محتل إلا حتى مواجهة هولاكو تمت عن طريق الممالين وليس شعوب المنطقة دائما نحن خاضعين ولا نسطق المهم بالنتيجة الإيراني العادي اكتشف سواء كان مؤمن أو غير مؤمن لازم نراقب هذه المسألة أن كل معاناته هي سببها الدين وأهل الدين اكتشف هذا الإيراني أيضا وحتى ضمنه الشعوب العربية أن حقوقه مستلبة وأنه محروم من حق تقرير مصيره ومصير بلاده وسياسته مثل باقي البشر اكتشفت المرأة المرأة تحديدا أن المغتص بالحقيقة لها هو الدين نفسه الذي يدعي حمايتها من نظرات الرجل الشهوانية وأن من يشتهي اقتصاب حقوقها وكرامتها هو الدين نفسه بجميع تعاليمها تعاليمها المعمول بها حاليا وترافيا يعني دين موروط حتى أفصل الرجل أيضا اكتشف أنه هو الآخر مغتصر طولا وعرضا روحا وجسدا وأنه ضحية لرجال الدين والثروة وأهل السلطة والثروة وأن مشاكله لا تتعلق بالعمل الصالح العمل الصالح بمناسبة يعني الصلاة والصوم وده مو عمل صالح يعني السوي خير للناس لا عمل صالح هذا منه أي أداء الفرائض اكتشف هذا الرجل أنه هو المغتصر وهو الذي يتعرض إلى الإهانة هو الذي عليه فقط أن يحفظ القرآن ويطيع ولي الأمر وعليه أن يسمع محاضرات شعة إيران والإراق واللبنان ويسمع محاضرات القنيبي والقرضاوي والجرذاوي والمهلباوي وتعذيراتهم هذول من المسب الإسلام أوه تحرير الإسلام الدفاع المسلمين ضد الكفرة كأنهم هاي قضيتنا نصير مسلمان شعلي بيك شو نعني أختي بيك هنا اللي يتعرض للإختصاب هو الناس المجتمعاتنا وشعوبنا اللي يجري اختصابها واختطافها اختطافها واختصابها اللي يهدد اختصاب المرأة ليس الرجل المحرم عليها بعجة العفة والأخلاق الإسلامية بل إن جسدها هو المختصب من قبل التعالم الديني من يختصب المرأة الآن هو التعالم الديني هي التي تختصبها وتجردها من ذاتها أو من شخصيتها وشخصية الإنسان العربي الإنسان العربي عديم الذات يعني ذات لس أو معدوم الذات لأنه يجب أن الذات يتعلق بالنص بالنص المقدس يجب أن يعيش العالم بالنسبة له لا يوجد عالم العالم موجود في النص أنت لاقي ملكة بدون نص بالتالي الناس يجب أن تسحق ذاتهم وهذه القضية بالتالي كل ما يقال عن الحجاب من قبل الشيعة والسنة لا علاقة له بحقيقة الحجاب الإيرانيين فضيلتهم أنه اكتشفوا هذا الأمر قبل غيرهم الناس أيضا اكتشفت الأمر والدلائل لا تحصى طبعا أصبح الحجاب حجابا للحقيقة وليس للجسد ولا الشهوات انقلب معنى الحجاب أولا من قبل المحجبات أنفسهم فصار فرصة للانفتاح والكشف وليس العفة والستر ثانيا صار انقلب معنى تحول الحجاب انقلب معنى الحجاب لدى رجل الدين نفسه صار رمز لسلطته واستبداده وسيطرته وهيمنت على الناس صار رمز سلطوي قذر عديء سيء ثالثا انقلب معنى ثقافيا لدى الناس يعني ما قادل الحجاب علامة على الأفة والستر انما النفاق ولم يعد وجوده مثلا يمثل فارق بين الجميع لا الآن أربسي حجاب وروحي أي ما أفعلي ما تشاءين أصبح بالعكس يعني هذا دليل على أن الحقيقة ليست الأفة ولا الشراف ولا أي شيء هي قضية سلطة استغلال لا أكثر ولا أقل تحول بالتالي الحجاب الشيء العظيم أنه تحول أو أصبح السفور هو السفور أصبح هو اللاحجاب هو الذي علينا أن يستحق الاهتمام هذا هو الذي يحمل المعنى الحقيقي وغير المنافقة الآن الأمرأة غير محجبة اعتبرها بطلة وإنسانة عظيمة وذات إرادة ترفض أن تدعى للآخرين مسألة لا علاقة لها بالشرف ولا بالأخلاف المرأة العظيمة الآن هي التي تركه للحجاب لأنه أصبح رمز لعورة الدين وليس عورتها المرأة ليست عورة الدين الآن هو العورة الدين الشاع حتى لا يقول ما أنا مقول أصبح هذا الحجاب وليس تعبيراً عن الأفة بل عن التمرد والاحتجاج والثورة واستعداد الإنسان أن يستعيد كرامة المهدورة الحجاب تحول إلى رمز للثورة على السلطة نفسها اللي جلته رمز لسلطتها شوفوا المفارقة هذا يذكرنا حتى يعني مثلاً باستخدام أمريكا نفس الفكرة أنت الحجاب أخذوا رمز للسلطة لكن تحول صار رمز اللي هدمها السلطة ولي التخلص منها نفس الفكرة أمريكا استعملت دول منطقة والدعوة السلفية حتى مرروا المخططات ومواجهون التعاسفات ارتد عليه هذا السلاح نفسه هذه المصيبة الدينية التي تورطنا أنت مؤمن على أين ورأسي لكن أنت هذا الإيمان وتعصبك لهذا الإيمان سينقلب عليه مثل ما انقلبت على أمريكا صارت القائدة ورح ضربوهم 11 عيلول الدين سلاح يقتل نفسه بنفسه وعلينا أن نفهم هذه الحقيقة الدين بهذا المعنى حتى سلاح يصبح قاتل لصاحبه ليش يعني علينا أن نميز بين الدين ورجل الدين اثنين هم منافقين لما بس النتيجة هو الدين بحد ذاته منافق وهذه الأساسية يعني أوضح الدين بهذا المعنى أصبح شيئا فشيئا سلاح قاتل لصاحبه ليش لأن هذا الدين فقط شرفه لم يعد أحد يصدق الدين ووعوده وكلامه الكلام أيضا عن التمييز بين الدين ورجال الدين وكل شيء بحجة أن هذا الدين ليس الدين الصحيح هذا كلام لا يجوز وعيب الدين بحد ذاته الدين هو الذي أصدره هذا الرجال الدين الرجال الدين المشوهين هو دولة نسل الدين المشوه أصلا وإلا ما معنى أنه دين صحيح ما معنى أنه دين صحيح إتدى أكو مشكلة واجه الدين وهناك رجل دين فاسد فهذا السبب هو الدين نفسه لأنه عندما أقول مؤسسة وأضع النظام هاي المؤسسة وأقول هذا النظام الفلاني وعندما المؤسسة طلع فاسدة وكلها عيوب فإذن من السبب؟ السبب هذا النظام لأنه أنت لا تضع الدين في الجنة أنت تضعها على العرض واجب أن تطبق هذا الدين وتضع المنهاج والمشروع الخاص بك لكي تتحجج بعد ذلك تقول لا أنا في شريط ولا في ناس وتجار دين في فساد أنا مش مسؤول الدين بريء من هذا كلام سخيف أعتبره أوضلني الكلمة ومن يدعيه هو إنسان أما غبي أو جاهل وعلينا أن نعرف الحقيقة الدين العلة في الدين والدين الشاعر ليس لم يأتي من السماء ولم ينزل من السماء وعلينا أن نعرف هذه الحقيقة الدين صنعه رجال الدين ولم نعرف الدين إلا من رجال الدين من أين عرفنا؟ هؤلاء موجودين في كل الشاعر يخرجون لنا في كل مكان ويتعالون علينا فمن أين نعرف؟ لا نعرف حتى الله نفسه ما نعرف من أين عرفت الله؟ ما أعرف المهم الأخير أن أقول الإفلاس الديني الآن أصبح مسألة كبيرة وأساسية وموجودة في حياتنا وعلينا أن نعترف بها فقط من لا يعترف بها سيؤسب مشاكل له لنفسه ولأهله ولبلده وعلي أن يقول أن هذا الدين أفلسه ضعوا دين جديد مو مشكلة بس علينا أن نعرف ما حصل الآن في هذه اللحظة ما يحدث هو مع احترامي لإيمان الجميع هو أفلاس كامل للدين وليس الخطاب الديني علينا أن نميز والسبب كما قلت هو السقوط الحجاب عن الحجاب فقد اتضح أنه حجاب وضع خصيصا لحجب الحقيقة وهي فشل الدين في كل وعوده وبدلا من كشف حقيقة الدين يعني ما ضعف عنا بدلا من كشف حقيقة الدين وفهم موضوعة الدين والإيمان فهم صحيح وكشف أوراق الدين الموروط كاملة ما ضعف عنا رحنا ندعي الإصلاح والتجديد والإحياء لعلوم الدين وطبعا من تزعمه هذا المشروع هم هذول قادة أهل الحلوى العقد كما يقال ولا يحلون ولا يعقدون وأولي الأمر هم ليسوا أولياء أمر وغير جديرين بأي أمر لا هم موجودين لإدارة الأمر ولا تولية الأمر هم غير جديرين لا يمكن أيضا هناك من يتحدث عن العلة في رجال الدين وليس الدين الاستعمار الدول الأضمى الشيطان رحنا جميعا نكذب على نفسنا ونبرر أخطاء الدين بل أن الأغلبية رح تكذب على نفسها أيضا ليش؟ لأنها ما تشعر بذاتها لأن ذاتها مستلبة على كل حال ومن نتيجة النهاية صار تعارض كل وشامل بين التوجههم يعني سقط وبانت الحقيقة اللي رجال الدين حاولوا يخفونها عن شعوب المنطقة واتضح أننا شعوب مختطفة بالكامل مقادة دون إرادتها وجراء استغلالها تحت شعارات لا تمزجوها حياتنا ولا تقدم لنا شيئا سوى الكلمات والوعود الأخروية يعني يشتغل بسكاتالوجيا هنا ما هي الكذب هذا؟ كافي هنا أصبح شعوب واعية ودائما يهددوك بعذاب القبر نار الجحيم الكلام يعني عيب أصلا عيب الآن إنسان بالقرن الـ 21 2022 الآن يتحدثنا عن عذاب القبر ماذا أفعل؟ حدثنا عن المستشفيات عن التعليم عن الصحة عن الضمانات عن العطالة عن الجهل عن المرض ما يتحدثنا عن عذاب القبر؟ على من تضحكون أنتم؟ هذا أيب الآن عار على أي إنسان يتحدث عن عذاب القبر الآن أي قبر؟ نحن عايشون في القبر الآن حياتنا هي مقبورة الآن باسم الدين من المقبور الآن ويتحدثنا عن عذاب القول حدثنا عن عذاب الحياة تحت ظلال رجال الدين والمتخلفين والجهلة والدجالين علينا أن نكون حقيقين وشجعان نفتها عيوننا على الحقائق وليس أن نغمض وأن نبرر كافي يعني أصبح الأمر واضح بالتالي الحجاب ليس حجاباً لشعر وعورة المرأة بل عورة رجال الدين والدين نفسه وهذا الحجاب هو مجرد تشتيت للأنظار عن سلطتهم الغاشمة وحجب لحقيقة اختطافهم للمجتمع بأكمله علينا أن نميز بين هذا الحجاب هو هذا يخلينا نتحدث عن الحجاب والعفة والشرف والمرأة والشهامة والرجولة وننسى الذي وضعه هذا التقفيص اللي أنا نسميه بالأراضي المحتال والدجال يسميه قفص يضعك داخل قفص ويقفص عليه وتجعلك تتسير ومعك القفص ولا تشعر هذا العظيم أنه كل هذا يصير على خلفية انتشار قيم عالمية حديثة هي هاي المختلفة تماماً عن القيم الديني بل متعارضة معها كليين هذا النموذج الاستبداد الموضوح مآد ممكن والبشكلة أنه رجال الدين في إيران اكتشفوا هذا الموضوع وصاروا في حيطة ووضعوا نفسها وأمامهم خيارين إما مواصلة الاستبداد والقتل ولو علنا أو الانهيار التام ولا بلا رجعه السؤال الأخير ستقول ما الفرق بين تراجع الملالي على الحجاب وإباحته في السعودية الفرق الثاني فعل عن رغبة بالتغيير والتغير والتفكير في المستقبل وأن الإصرار كان على التفرقة الجنسية والدينية كانت أبارعاً وصفة دمار للمجتمعاتنا الأمر الثاني الفرق الثاني هو أبعد وأكثر دلالة من الكثير لأنه هذا القرار صدر عن سلطة دينية في إيران سلطة دينية في الأصل معناها السلطة اللي هي أهم شيء بالسلطة دينية هي استهمنتها على جسد الإنسان على جانب الأخلاق في الإنسان بعدما تتخلى عن شرطة الأخلاق معناها تتخلى عن جزء أساسي من الدين وهذا يكشف حقيقتها وأن حقيقة هي أن هذا الأنظمة ليست دينية إنما علمانية وبالحقيقة هو حتى العلمانية والدين هاي كذب الشائع الذي تحدثه عن العلمانية فرق عن الدين هو ماكو فرق كبير هو كل ما في الفرق علمانية ما بها الله أيه كشما الباقي نفسه والدين الآن هو دين علماني صر هذا أكاذيب ما هو تعريف العلمانية ما هو تعريف الدين كلها أكاذيب الدين يدعي أنه عمودي وله اتصال بالسماء العلمانية يدعي بأنه لا علاقة بالأرض هاي قضية كلها فلا حد يكذب علينا بهذه الأمور وأختم وأترك أختم بكلمة وأقول لابد أن الحجاب ليس فريضة أصلا هاي واحدة من الأكاذيب الكبيرة هو فقط علامة دعان وامتهان للمرأة أيضا أقول الحجاب يؤكد شيء مهم جدا هو وصمة عار للرجل وبدلا من أن يفعلوا الحسن ويقولون تعالوا نهذب الرجل لا ماذا يفعلون يحجبون المرأة ويتهمون الرجل بالشراب شوفوا له وصمة عار للرجال الحجاب فعلا وهذا المجتمع الذي يحجب المرأة هذا مجتمع قاصر لم يصل إلى درجة النضج هذا المجتمع لا يستطيع أن يسيطر على ما زال مجتمع بدائي لا يستطيع أن يهذب ذاته ونفسه ولا يستطيع القائمون عليه هذا علامة فشل للرجال الدين والسلطات الدينية والسلطات السياسية وكل السلطات فشل لهم دماء لا تستطيع أن تجعل الناس متخلقين بأخلاق رفيعة لماذا؟ لأنه لا تفعل تصدر قارات تحجب النساء تضع الرجال والأطفال في مدارس من فصله وهكذا لأن حيول سهلة لا تكلفك الفلوس لأنه تسرق تتأخذ الفلوس فالحلول سوى مدارس حديثة نظام اجتماعي جيد على كل ما أن أترك الكلمة لصديقي أرنس وهو يتلقى في الرعاية تمام قبل ما صار في أنت قلت في الجزء الأخير أو يبدو أنه قيل في عجالة يحتاج التوضيح أكتر هو أن النظام الثيو أقراضي زي وزي النظام العلماني ولا في فرق ف نعم يعني هو الفكرة هو أنه شنوه النظام العلماني هو الآن التأتي الآن من يحكم المجتمعاتنا الرجال الدين يعني المنظومة الثقافية أو الاجتماعية هي منظومة دينية كل شيء هو منظومة دينية وضعه رجال الدين وضعه فقهاء أربعة الإسلاميين خاصة وحتى النظام الدين المسيحي وضعه رجال الدين فكرة الله هي نفسها فكرة الوطن أو فكرة العلمانية ما هي أيضا عندها مقدسات العلمانية حالها حال الدين الوطن هو شو هو الوطن هي كلمة العلم هو شو العلم هو العلم هو الله أيضا فكرة جند المجهور شو هو بالعلمانية هو أيضا فكرة مقدسة يعني عندما تبحثها منطقيا وفلسفيا تجدها فكرة مقدسة ميتافيزيقية بس هي لابد يعني ما فيها مجال لابد أن إنسان يقوم على مبادئ عامة بديهيات أو مسلمات يعني أتبرها أساسية الألمانية فقط تخلت عن فكرة الله ووضعت مكانها فكرة الوطن ووضعت حدود فكرة السيادة هذه أفكار كلها أفكار مقدسة يعني هي حالة حال الدين الدين ماذا يفعل الآن الموجود هو دين علماني الصرف لهذا يكذب الدين أكبر مؤسسة للكذب هي الدين وخلقة أناس كذبين يعني الآن المجتمعات المتدينة هي درجة مئة بالمئة مجتمعات كاذبة وموهومة وتكذب بالسليقة لماذا؟ لأنها الدين هو النظام حالة البشرية كلها كذب في كذب تمام يبقى العلمانية زي دولة الثيؤقراطية يبقى بس الفرق أنه رفعوا هذا الاتصال العمودي أصبح اتصال أفقي طبيب أنت عايزي أنا عايز نفهم الموضوع حتى لا يكذبون علينا ماشي نفهمنا الموضوع نفترض أننا فهمت اللي أنت عايز تقوله نحن مع اللي بيعملوه الإيرانيين عشان نلعو حصتهم ولا في الآخر ما نحن هنستبدل الدولة التي هي وقراطية دولة علمانية إيه الفرق مالي اتنين واحد لا لا مش اتنين واحد بس هو العلمانية ماشي موضوع اللي أنت عايزينه لأنك تتعلم الفرق وين أنه أنت عندما تتحجج بوجود سلطة إلهية لا تستطيع من تكون أنت حتى هل أنت أفضل من الرسول هل أنت أفضل من الله يبقى فيه فرق عندما يتيك العلمانية عندما تتحجج أنت ضيعتني أنا آه ليش وما أنت ضيعتني نعم لا نراكش شوية نعم هاي شكل عابر لا أصلا هي فيه نوع من أنواع الفلسفة العالية واخر لبالك في المطلقات فيه أن احنا نتكلم في أن احنا أيوة كانت فيه إشكالية حوالين العالم حتى أن العالم السلفين نفسهم بيرفضوا تحية العالم باعتباره وسن فمن هذا المنطلق واخد لبالك لو احنا هنتكلم في الأفكار المجردة آه لأن الإنسان محتاجين نسميه باللغة الدينية مقدس نسميه باللغة بتاعتنا اللي هي يعني إيه حدود تضمن وجود البشر في سلام في رقعة جغرافية اسمها الوطن طب الوطن ده اللي هو إيه الوطن ده شيء معنوي ولكن له تجلياته في الواقع نعم اللي لا يعني بالضرورة شفونية لأن شفونية والأيدولوجيات اللي هي يعني متفاخرة ومعتزة ومقدسة لذاتها زي مثلا إن أنا جنس آري أو إن أنا مصري إن أنا أمازيغي إن أنا عربي دي بالضبط نقدر نقول إن هي زي الدين مفسدة للعقول كاذبة على الحقائق تنتج مجتمع بالضرورة فاسد لأنها وصلت فيها إنها تعبد الذات هل كل العلمانيات يعني فيه واحد صديق إنه كان كاتب يقول مثلا بيحسب مثلا استالين هتلر بيلبوت على إن هو علمانيين الفارق بين الاثنين هو إن عندك النظام الديني هو بالضرورة ديكتاتوري بالضرورة تمام بينما النظام العلماني العلماني اللي هو بنفهمه إحنا مع بعض تمام والعلمانية برضو لأن فكر بشر بيتطور هي إن هو لا تصح مع اضهاد الأقليات العقية أو الدينية أو يعني مضبوطة بقيم أخلاقية أكثر ارتقاء وفي طريقة للارتقاء أكثر وقابل للمراجعة وقابل للمراجعة تمام يبقى إحنا دلوقتي لما بنيجي نبص العلمانية هي فقط إن هي استبعدة الدين تمام لكن لما تضاهد الدين وبعد كده بتستبعده من من المجال العام والعجزة تحكم على ضمائر الأشخاص وتمنع الشخص إن يبقى مسلم يبقى مسيحي يبقى يهودي يبقى نقول أنظمة فاشية ديكتاتورية فاسدة وإن ادعت العلمانية لكن نحن خلطين كله في بعض في الآخر ضربين في خلطات والعلمانية زي الإسلامية زي القلوم الوسطى زي الماضي زي الحاضر لا ما احنا كده عشان كده وضح 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 المن يدعي أنا أنظاري كلامي كان موجه نحو الدين يعني وليس لم يكن قصد الحديث عن العلمانية إنما ما يحصل الآن ليس لا علاقة له بالمقدسات الدين الموجود هذا خطاب ديني وليس ديني خطاب ديني علماني لكنه يدعي الدين علماني متشدد علماني على إيران بتتكلم على إيران على إيران أو طبعا على إيران أي يعني إيران تعتبر يعني دولة دينية علمانية دينية دولة ثيوقراطية لكن دولة ثيوقراطية بس لكن تتحجج بوجود إله لكن بالحقيقة يمارسون استبداد على الشعب آه تمام وإحنا نشيح من استبداد لخط مكانها علمانية يصح الأمر هذا معنى الفاشية دينية هي بالحقيقة علمانية دينية هذا لفس المعنى الفاشية أنه يعكم بشروط باشتراطات الأرض بظروف الأرض لكنه يستغل الناس يستعبدهم يمارس فاشية يمارس توجيه سياسي وديني غسيل للأدمغة الغاء للفردية للحريات الشخصية هي هيا يعني لما بننادي بدولة علمانية بننادي بدولة فاشية يعني دولة علمانية لا 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 هنا علمانية داتا الاستخدام الإسلامي لي لا 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 هناك أنواع من العلمانيات وقدم العلمانيات علمانية استبدادية ماشي هاي هاي فكرة حل هو نفس العلمانية الاستبدادية اللي طبقها لشه إيران وهذا اللي أولدنا علمانية دينية أنا أسميها الفاشية الدينية في إيران أنا أسميها علمانية دينية كانت علمانية علمانية يعني لا لائكية ممكن نقول عليها في إيران شه إيران فرض على الناس حتى البنات يرحل الجامعات ممنوع محجبة تدخل في أتاتورك فعل نفس الشيء اللي حصل وردت فئة الدينية الناس كانت مفرغة من ما أتئر الثقافي مثل الأوروبيين كانت من الحضارة اليونانية الرومانية رجعوا الهلقة وفلسفة وعلوم كاملة ونهضوا عليها من جديد أحنا على شن نرجع الدين مالتنا دمر كل شيء دمر كل شيء هو بس عشان يعني نخلي يعني بالنسبة لي أنا تمام هذا راد لحلقة هذا راد لحلقة الوحدة آآ بس هو لا ما أنت دخلت فيها يعني فما نفعش نسيب مع كل اللقص اللي موجود فيها هي أن الدولة العلمانية في بعض يقول الحل هو الدولة العلمانية فلو هو واحد فهم أن الدولة العلمانية هي الحل بمعنى مجرد ما أن نقول أنها علمانية أو نديها اسم العلمانية لصالح الأمور ليس كاف تمام ما هو هذا الذي أريد هذا هذا فهي ليس مجرد أن نطلق عليها اسم لأن العلمانية هي تقول زي ما يقول الأستاذ ناصر نحن متفقين معها هي أن تستبعد الله تستبعد رجل الدين من الشأن العام ولكن يفترض في العلمانية التي نحن متفقين عليها وحرية الضمير وحقه في ممارسة عبادته وفي بناء دور العبادة في حماية الدولة لكل عابد من اعتداء العابدين الآخرين والمؤمنين الآخرين عليه هذا دور الدولة مرت العلمانية بأشخاص سموها علمانية وهم في الآخر كانوا نازيين فاشيين فرانكيست أي أن كان هذا موضوع تاني وأعتقد هو الفكرة العلمانية التي نحن 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 يبقى أول حاجة متفق معك تمام في وجود نظام ديني فإن نحن 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 باختصار ما هي العلمانية هو هناك توجهان في الحياة لماذا حصل حصر الحديث لماذا حصر الحديث قلب المواجين كلها أنه هي نفس الفكرة الأرستية الأفلاطونية القديمة أنه تبدأ من الاستنباط الاستقراء كانت هناك انطلاق من الكليات إلى الجزئيات الكليات هي الكليات الدينية التوحيد وما إلى ذلك أعتبر أنه هناك نص مقدس وهذا النص يجب أن نستلهم من عند كل المعاني وأن نرتقي نتعالى على أنفسنا ونلغي أنفسنا حتى نصبح بمستوى هذا النص العلمانية والحداثة هي أصبها أكثر واقعية قال أنه القضية ليست بالنص وليست هناك النص كل الحياة نسبية ونقدر نبحث أمورنا بأنفسنا لكن بقى هذا النفس العدواني الإنساني الحب السيطرة والسلطة والتصلب بقى موجود وظهرت لنا عقائد فاشية ونازية وما إلى ذلك فالعلمانية أيضا بها جانب سيلي أنه الدين وغيره هو كل مصدرها الإنسان وإنسان كائن كائن صعب كائن شرس وناقص بصراحة يعني تمام هو الإنسان في جانب المسلم العدواني الغرائزي لأنه برضو قشرة الحضارة لسه صغيرة جدا وإحنا في تاريخ من صراع من أجل الوجود هاي شرحتها فصلتها بحلقة اسمها العنف مصدر الدين وليس الدين مصدر العم هاي فصلت كمين تمام ولكن أحيانا بيبقى في بعض الأفكار اللي هي بتطلق العنال لكل ما هو عنيف داخل الإنسان وفيه بعد كده هو مجتمعات بتهزب الإنسان أو لا تضطروا هذا هذا طب أنا راح أقول يعني تشبيه أكمل السورة وأعتقد كده يعني نوصل لنقطة اتفاق عشان ناخد بعض الأسئلة من الناس بسرعة يعني تعليقاتهم رائعة الحقيقة تمام هي فكرة إيه أن النظام اللي بيعتمد على نص قديم ورجل دين يفسر النص ويصل إلى السلطة حتى السلطة في أدنى مستوياتها يعني مش لازم يبقى رئيس الجمهورية الإسلامية ولا الإمام الفقه ولا كلام زي كده مجرد حتى يتبقى لديه سلطة على أبناء القرية بتاعتهم فكل هذا زفت كل هذا طفنا النور حسنا نعم حسنا شغلنا النور هل معنى أننا نورنا لكي نور نور لا لأن ممكن النور ينور وانت تلعب في منخيرك تعمل ماذا في الدنيا تلعب في منخيري تعمل ماذا في الدنيا تشد دلو القطة تعذب أبني مزاجي كده لبوالله لأن النور كان مطفي ما كنت تلاقي الوطة كان أفضل وفي واحد النور منور ماسي الكتاب يقرأ ويخترع ويصنع فيبقى إشعال النور شرط ضروري ولكن غير كافي بعد ما اشتغل النور بقى دولة علمانية بنعمل ايه بالنور ده بنلقش بعض بنلعب صلح هي هذه المشكلة مشكلة أنه لحد الآن نعيش في أفق النص وليس في أفق الأرض وأفق الحياة ما زلنا كائنات بهذا العالم الشرق الذي نحن فيه مسلمين وغير مسلمين في هذه المنطقة أو الشرق الأوسط نحن كائنات سماوية ما زلنا لم نهبط إلى الأرض ما زلنا نعيش في أفق السماء في أفق النص في أفق الأفكار في أفق الكليات فالعلمانية لحد الآن حتى صحيح لدينا أفكار كثيرة عن العلمانية لكن أنا بعد ما حد طويل اكتشبت بين الموضوع وبهذه البساطة أنه أنت تختنئ بأن أنت ككائن أرضي نسبي وهنالك مشاكل علينا ليس من الكليات هذه العلمانية وهذا لحد الآن الناس لا تفهم ما هي السياسة مثلا الميكافير لماذا فعل لحد الآن لا تفهم لماذا ميكافير المهم رغم أنه كتابة بسيط لبسط سوى بسيط قال أن المشاكل تنبع في الواقع وعلينا أن نعالشها ونضع لها سياسات خاصة الزمن ما قبل ميكافير البشر 3000 10 000 سنة يفكرون بطريقة مختلفة يعتبرون أن هناك مثال للخير وللصح وللجمال وللحوب وللرحمة وما لذلك وعلينا أن نتطابق مع هذا المثال ميكافير قال هذا كله خرط كلام غلط ننطلق من الواقع نتعامل مع الواقع ونضع له الحلول وشيئا فشيئا نتطور هذه الفكرة العلمانية كذلك فبالتالي هناك من يأتي ويضع شروط استبدادية وهناك من يأتي ويقول لا نضع حريات نضع كذا البشرية تطورت العلمانية تطورت الآن الأوروبيين الغربيين العلمانية الغربية تطورت كثيرا اللائكية الفرنسية ما كانت قبل مئة سنة مثل الآن وهكذا الف بيبقى يعني بيصوب بعضه بعض هذا جزء من أهمية قناتك الآن هي هذا أنه أنت الآن قدم حوار مفتوح ما في حدود وفي أسوار الكل له الحق بأن يقول ما يشاء وأن يناصر وهذا هي الحياة هكذا أما يأتي هؤلاء الدوغمائي أو الجرج الدين ويضيق الحياة ويجعل دائما حتى النص المقدس يعني حتى النص المقدس يدمره ويحاوله إلى قسم يجعله صغير لازم بي معنى واحد وعلا ستنحرف أنت منحرف أنت كافر يعني على كل حتى ما نطور الموضوع شكرا لكم وإلى حلقة قادمة مع السلامة سلام